في الحكومة اليمنية أيضا تقر تدابير اتصادية وأمنية سعيا إلى كبح تراجع قيمة العملة المحلية وتصحيح أسعار السلع الغذائية الرئيسي لتبا المؤقتة عدن التي تشهد تظاهرات وصفها البعض بأعمال شغب وتخريب أنحاء متفرقة من محافظة حضرموت على صفح ساخن السلطة المحلية بوادي حضرموت علقت عملها تضامنا مع المحتجين فيما لوح المدرسون بالإضراب التام عن العمل الحكومة اليمنية كانت أقرت عددا من التدابير الاقتصادية والأمنية سعيا إلى كبح تراجع قيمة العملة المحلية وتهديئة غضب الشارع تدابير شملت قيودا على استيراد السلع الكمالية ومنع المضاربة بالعملات الأجنبية إلى جانب فرض قيود على خروج تلك العملات من البلاد وإلزام المصارف المحلية بالتعامل مع البنك المركزي والعمل على تحسين الإيرادات العامة وتقليص الإنفاق الحكومة شددت أيضا على أهمية معالجة العوامل المسؤولة عن تراجع سعر صرف ريال وتصحيح أسعار السلع الغذائية الأساسية بما يمنع حالة القلق التي تمكنت من الأسواق اليمنية مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير جدد دعوته المجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيات الحوث الانقلابية من أجل إعادة الأموال المنهوبة من المصرف المركزي وتسليم الإيرادات العامة إلى خزينة الدولة اشتركوا في القناة